رح نحضر لكم وصفة معروف خليط النحل للهش الأطني ورح تكون مقادير وعيارة مضبوطة ورح نقول بكل ثقة وداعا للفشل ويلا نبدأ بداية رح نزل أربع كاسات طحين إضافة لمنعقة خميرة فورية 11 جرام ورح نزل عليهم نصف كاسة حليب بودرة ثلاث كاسة سكر إضافة لربع منعقة محلب ورشة ملح بسيطة مع بيضة بحرارة المكان نصف منعقة فانيلا ورح نزل ربع كاسة زيت نباتي ونبدأ نخلط المزيج مع بعضه النواشف مع السوائل وننزل عليهم بالتدرج كاسة وربع من الماء دافئة على هذا النحو والشكل اللي شايفينه حضرتكم وطبعا من أكثر عوامل النجاح لهي الوصفة هو الالتزام بالمقادير والعيارات اللي وضعناها أمامكم كتابيا وصوطيا رح نستكمل كمية الماء أربع كاسة وطبعا مدة العجن رح تستمر لمدة أقلها 10 دقائق حتى ناخذ عجينة ناعمة متماسكة بنفس الوقت الواقفة رح نبدأ نستعيم بالزيت النباتي نحن وضعنا ربع كاسة في البداية ورح نستكمل الربع الثاني عن طريق تنعم العجينة ودعكة رح نزلها على الجرانيت ونبدأ نعجن لحتى يكون فيه يعني قوة بالعجن هذا أمر مطلوب ولازم نكون عندكم بالحسبان وبصراحة كنا نستعيم بالعجينة ولكن حتى تكون الوصفة قريبة من الواقع وتكون بنفس الوقت يعني متاحة متوفرة بالنسبة للطريقة للجميع عم نعجم متما شايفين صارت نعمة الآن رح نريحها لمدة 30 دقيقة داخل إناء ستلس بعدما دهنا سفله بالزيت النباتي ورح نغطيها بغطى إحدى الطناجر المتوفرة عنها لمدة 30 دقيقة وبعد مضي المدة شايفين كيف عطيت وقفة وصار فيه نوعا ما انتفاخ داخلي رح نبدأ ناخده إياس كقطع وطبعا الحجم الاختياري للقطع بتحبوا تكبروها أو تصغروها هذا أمر عادي لكم نضعنا بأسفل الصحن وراء الزبدة احترازي حتى ما يصرف الالتصاق في حال ما توجد عنكم وراء الزبدة تدهنوها بالزيت النباتي ما في مشكلة بعد ما أخدنا الإياس رح ننقل قطع العجين على المرمرة ونبدأ نشكل ونحاول نقطب السفل سفل الكرة حتى تعطي نفسه وارتفاع بنفس الأوان وللتنويه والتنبيه لمرحلة العجن اللي تحدثنا عنها في البداية مرحلة جدا مهمة لازم ما يكون فيه سؤم أو ملل فيما يخص العجن وبنفس الوقت لازم يكون فيه عزم لحتى نحصل على قوام ناعم ولين وهيين بنفس الأوان الآن استكملنا القطع الأخيرة معكم رح نوضع داخل صحن البيريكس الآن رح ننتقل لمرحلة مهمة تغليفهم من يليون ستريتش وحبس الهواء عنهم ونوضعهم بحرارة الغرفة لمدة 19 دقائق بعد مضي المدة طلع قوامهم يعني رائع جدا رح نستعين بالسبري زيت النباتي عيوضا عن الفرشات حتى ما يعني نخدش سطح العجين وبهي الأثناء الفرن لازم يكون حيطينه على أعلى درجة قبله بربع ساعة لمجرد ما دخلنا الصينية على الفرن نوضع الدرجة 180 لمدة 15 دقيقة رح نحضر قطر الشيرة على طرف كاسة سكر نصف كاسة ماء رشة من الحليمون وبعد القضاء 15 دقيقة طلع بهذا القوام ما شاء الله شايفين الارتفاع واللون فوق التصور ومباشرة رح نستغل الحرارة الموجودة فيهم وندهنهم بقطر الشيرة أما بالنسبة للحبة السوداء والسمسون الأبيض فيكم ضيفوا قبل دخول الصينية للفرن أمر اختر يعايد لكم نحن اكتفينا بالقطر ورح نضيف جوز الهند تمام ونملأ الفراغات بين الحبة والحبة بالفستو الحلبي المطحون مثل مظاهر أمامكم على الكاميرا وجرد ما ملأنا الفراغات بشكل كامل بيكون جهزة معنا الوصفة واتمين على أكمل وجه تمام وذكرنا كافة الثغرات ومسببات النجاح إن شاء الله بتنال أعجابكم طلعت بهذا القوام كطبق نهائي وحتى داخليا رح نقططع أطعامنا الخلية لحتى تشوفوا القوام الأطني الداخلي كيف طلع مع الارتفاع يعني هاي الوصفة إن شاء الله بتعتمدوها بالنسبة للمقادير ومكونات حتى داخليا كيف صارت وإلى هذا الحد بنكون فرغنا معكم والتحضير وصفة خليط النحل لهذه الأطنية نتمنى نشر المشاركة حتى نستمر معكم ونوافقكم بكل جديد أنا الشيف محمود درويش أحييكم من المقى الخرافي وإلى وصفة مقبدة